حل مشكل تسجيل الدخول على تطبيقك الخاص تويتر اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق تويتر في هذه النافذة الخاصة وهنا سوف نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التويتر ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بنزول الأسفل نضغط على مكان التخزين ثم نضغط على مسحى البيانات وبعدها نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف نذهب إلى متشر جوجل هنا نضغط عليه ثم سوف تجد هنا لتحديد تقوم بالضغط عليه وبعدها سوف يقوم بحل المشكلة بعد الضغط على تحديث فعلة تطبيقك الخاص وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو